بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه أعظم كلام على الإطلاق كلام الله تبارك وتعالى الذي قال فيه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فكيف بنا نحن البشر كيف بأدمغتنا هل تتأثر بصوت القرآن دعوني أتأمل معكم هذه الدراسات العلمية الحديثة وجد علماء أمريكيون حديثا وتحديدا في عام 2007 أن الدماغ يتأثر بالأصوات التي يسمعها أثناء نوم الإنسان وبعد أبحاث طويلة تبين لهم أن دماغ الإنسان النائم يستطيع تمييز الأصوات وتحليلها وتخزينها أيضا وإذا علمنا أن الإنسان يمضي ثلث عمره وهو نائم يمكننا أن ندرك أهمية الاستماع إلى القرآن أثناء النوم كوسيلة تساعد على حفظ القرآن دون بذل أي جهد يذكر ولذلك يمكن لكل واحدا مننا أيها الأحبة أن يستفيد من نومه وأن يستمع لصوت القرآن وهذا سيساعده على تثبيت حفظ الآيات ولا ننسى أن الله تبارك وتعالى أشارا إلى علاقة وإعجاز أثناء النوم قال تبارك وتعالى ومن آياته أي من معجزاته منامكم بالليل والنهار وبتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لمن لم يقل لقوم يؤمنون أو يعقلون أو يتفكرون قال إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون سبحان الله ربط بين النوم والسمع إذن حفظ القرآن أثناء النوم هي تقنية حديثة يمكن أن نستفيد منها ونستفيد من التجارب التي أجريت حديثا على قدرة الدماغ على حفظ الأصوات التي يسمعها وهو نائم وهذه نصيحة لكل من يحب أن يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته